السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناتكم مطبخ بالمصري. زيكم عاملين ايه? يا رب بتكونوا بخير. النهاردة هنعمل الجبنة القريش من غير حصيرة ومن غير من ضيف للبن اي اضافات خالص. هنعمله بالطريقة الاصلية وطريقة سهلة جدا جدا. ان شاء الله هتعجبكم. لو اول مرة بتشوفوا قناتي بتمنى تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ولايك للفديو. شايفين ما شاء الله اه طلعنا علبة اشتة حلوة جدا وطلعنا كمان زبادي وشايفين الجبنة القريش جميلة جدا علشان الصحور بتاع رمضان كل سنة وانتو طيبين يا رب وبخير. اه معايا اتنين كيلو لبن اه من عند اللبان. اه طبعا شرط ان اللبن يكون كويس جدا ويكون اه يعني حلوة علشان يطلع معنا اشتة ويطلع معنا الجبنة تكون حلوة. اه ممكن نجيب بقى طبق بلاستيك او حلة زي ما احنا عايزين وبعد كده انا هسيب هسيب اللبن طبعا من غير ما نضيف له اي حاجة خالص. يعني مش هنحط له خل ولا منفاحة ولا اي حاجة خالص. اه هفض كده الاتنين كيلو لبن في في الحلة. زي ما قلنا بقى ممكن نفضي في حلة او في طبق اه بلاستيك اللي موجود عندنا. دول اتنين كيلو لبن من عند اللبان. فضيتهم كده في الحلة زي ما احنا شايفين. وبس بعد ما فضينا اللبن هنركم بقى اللبن ده في مكان دافي. علشان اه يعني يروب معنا بسرعة. اه ينحطه كده على الرخامة من غير ما يتحرك بس ولا اي حاجة. هنسيبه اه يعني ممكن يقعد اربعة وعشرين ساعة بالزبط. اه زي ما احنا شايفين كده انا سيبته. اه يعني يوم بليلة. زي ما احنا شايفين القشطة وماشاء الله عليه جميلة جدا وكتير. اه هناخد القشطة كده بالمعلقة. شايفين وش اللبن? ده طبعا لما يكون اللبن اه يعني بخير وكويس بيطلع كمية قشطة حلوة. هنقشط بقى كل القشطة زي ما احنا شايفين كده. طبعا لما منضيف للبن آآ خل او منفحة او اي حاجة ما منستفيدش بالقشطة فالطريقة دي الطريقة الاصلية للجبنة القريش ان احنا منسيب اللبن لما يطلع الوش بتاعه فمنستفيد بكم حاجة يعني من يستفيد بالقشطة والجبنة وكمان لو محتاجين منه لبن رايب بيبقى جميل جدا شايفين اللبن جميل جدا. احنا كده طلعنا القشطة من من اللبن وكمان هنا منشيل كمان لبن رايب. ممكن نستخدمه في العجين. ممكن ناكله كده زي الزبادي. آآ اي حاجة. بجد جميل جدا. بعد كده بقى هجيب آآ يعني مصفة زي كده. انا عندي المصفة دي كده بالطبق بتاعها كده زي ما احنا شايفين. هجيب بقى حتة قماشة نظيفة او آآ اي حاجة يعني انا عندي حاجة باستخدمها دايما في الجبنة والحاجات دي. آآ هحطها كده في في المصفة. وبعد كده بقى هدي اللبن آآ رشة ملح. علشان الجبنة تكون يعني يكون فيها سنة آآ ملح تكون ملحة شوية. آآ وبعد كده هضيف بقى هحطي بقى افضي اللبن كله في في المصفة زي ما احنا شايفين كده. هفضي بقى كل اللبن واسيبه بقى يصفي كل الشرش اللي في 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 اللبن. هينزل بقى في المصفة اللي تحت في الطبق اللي تحت دي من المصفة. كل طبعا الجو ما يكون آآ دافي يكون افضل علشان بيخلي اللبن يبقى متماسك اكتر. وكمان آآ يطلع آآ الاشطا تكون يعني حلوة ومتمسكة. آآ فطبعا زي ما احنا شايفين كده انا فضيت كل اللبن. ولفته كده بال بالقماشة اللي معايا. وهنسيبه بقى يبات على الرخامة زي ما انتم شايفين كده بينزل كل المية اللي فيه. الشرش اللي بيبقى في اللبن اهو زي ما انتم شايفين كده. هنسيبه بقى طول الليل يصفي كده على الرخامة. وحط عليه اي حاجة تكون تقيلة يعني ايه تمسك كده اللبن مع القماشة كده. زي ما احنا شايفين حطيت برام كده عشان ينزل كل المية اللي فيه. وده بقى تاني يوم. آآ هلفها كده زي الرول. طبعا اتجيبنا لسه طرية خالص. يعني احنا ممكن نسيبها اكتر من كده علشان تبقى متمسكة شوية عن كده. آآ لكن هي طرية واحنا بنحاول بقى ايه نقطعها زي ما احنا شايفين كده. هي طرية خالص. بس بجد طعمها حلوة وكفاية من انت اللي عاملها في البيت وضمنا نظافتها. وطعمها جميل جدا. وزي ما قلنا اللي اتنين كيلو لبن. طلعونا حاجات كتيرة جدا. طلعونا اشطى وطلعونا لبن رايب. آآ وعملنا منهم الجبنة. آآ بجد حاجة جميلة جدا ونظيفة. والحاجة كمان اللي تكون عاملها في البيت بتكون ضمنا نظافتها. زي ما انت شايفة كده الحاجة ما شاء الله نظيفة. وزي الفل انت اللي عاملها بيديكي. غير اللي بتشتريها من بره خالص. اللبن الرايد ده آآ حلو جدا للعجين. ممكن تعجين بي اي حاجة قرص اي حاجة. او عيش بيبقى جميل جدا. وكمان على فكرة الشرش اللي بينزل من اللبن ده ممكن نعجين بيه برضو. آآ بيبقى برضو حلو في العجين. في اي مغبزات تعمليها. يا رب الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله